ما يحصلش انه تاجر جشع متوحش يحبس اللقمة عن الناس فالحكومة مش قاعدة بتتفرج ولا حاجة واللي يقولك كده كداب في اصل وشه لا الحكومة مش بتتفرج وانا ارجع اقولك ايوا فندم طبعا الحكومة عليها دور كبير جدا 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 بس احنا برضو علينا دور الدور بتاعنا في ايه؟ في ان احنا ما نتفرجش جزء منه ما نخزنش سلع عمال على بطاق ارجوك خليك بس وثق في الدولة لما بتقولك ما تخزنش ما تخزنش هم عارفين بيعملوا ايه؟ ده واحد اتنين بعد اذن حضرتك لما تلاقي في حد بيستهبل في الموضوع ارجوك كلم جهاز حماية المستهلك قوله حصل كذا عند البقال الفلاني حصل كذا عند الجزار العلاني حصل كذا عند الفراجي الترتاني حصل كذا عند بتاع الخضار ده بتاع الفكاء ما تسكتش عندك خط ساخن مشغال 24 ساعة نزلوا جماعة الخط الساخن للناس بعد اذنكم على الشاطاء الزميل العزيز مخرجنا فهينزلوا جماعة الخط الساخن دلوقتي ارجوك اشتكي بس وما تخزنش مش عايز منك حاجة تاني ولا اي حاجة اشتكي وما تخزنش واسيب الباقي على الدولة هتجيب لك حقك لحد عندك حقك بشكل مسبق انها مش هتسمح لحد يقعد يشتغل لف ودوران وحقك انه لو حد لف ودر عليك تاخد الخبطة وما حدش يرجع يعيط زي بالظبط الناس اللي بتقعد طاعتي يقولك ايه مسلا اصلا بصراحة الحكاية دي واجعالي يزوري يعني او والله واقف الحل يقولك ايه مش معقول يا جماعة هو الدولة كل شوية بتتدخل فيه النوع ده من الاستثمار النوع ده من التجارة كلام جميل كلام معقول ما قدرش اقول حاجة عنه يعني انتو عايزين الدولة تسيبك منك للناس عادي تسيبك منك للتجار والمستوردين وبتاع تسيبك يعني مفيش بلد في الدنيا شوف ولا الامريكان ولا الانجليز ده الانجليز دول هم اللي اخترعوا كلمة تأميم اصلا كلمة ناشنالايزيشن دي مش موجودة اصلا في الاشتراكية عشان بس تبقى فاهم ياعك واللي بيعبس بدناغك ده هنتريش الله رأي عمرق دي بكلمته دي وحيش ناقو استاذ والنبي مهم فلا فندم الناشنالايزيشن التأميم هو اختراب بريطاني محض قح مهم هرجعك للاصل لا فندم الدولة بتتدخل هناك على طول عشان الاسعار تتضبط عشان الدنيا تتعدل لو لا لو لا انه بقى في حاجة اسمها على سبيل المثال المجمعات والمنافس بتاعت وطنية والمجمعات والمنافس بتاعت امان وقبل كده كان فيه المجمعات بتاعة الشركة القبضة للمجمعات الاستهلاكية لو لا ده ما كنا لقينا لقبة تيجي تقول لي أصلا ما تدخل أنا لو اتكلمتك على أسعار استراد الخشب باعتباري لسه نجع من ضميات يا راجل ده احنا عندنا مستوردين الحاجة عندهم في المخزن بيبيعها بقى لوح القبلكاش عاوز بدل ما بيبيعوا بكذا رفع سعره الدبل عشان ايه وانت جايلك الرسالة اللي مستوردة اليومين دول ما حصلش برفع السعر ليه لكش لما جاي استورد بقى استورد غالي يا دين النبي يعني انت شاريه بقى لك شهرين وثلاثة واربعة بالرخيص وجاي تبيعوا دلوقتي بالغلو الكوى على الناس بتوقفني صناعة ايه ده يعني اننا النهاردة لو جيت روحت مثلا مثلا قلت لهيقة الشرع الموحد ولا بجماعة اتصرفوننا انتوا في موضوع القبلكاش الحدش يرجع يعايد بقى صح ولا ايه محدش يرجع يعايد